موسيقى قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ان الحرب في قطاع غزة لم تنتهي باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى الصنوار واكد نتنياه ضرورة استعادة المحتجزين في غزة مشددا على ان الفرصة سانحة لتحقيق الاهداف الاسرائيلية وزعم نتنياه ان حماس لن تحكم غزة بعد الان قال الرئيس الامريكي جو بايدن ان الوقت قد حان للمضي قدما بعد اغتيال يحيى الصنوار ما يزيد من الامال تجاه افاق وقف اطلاق النار واكد بايدن على اتفاقه مع رئيس وزراء اسرائيل بن يمين نتنياه على بقاء التواصل الوثيق بينهما خلال الايام المقبلة هذا وافادت وسائل اعلام فلسطينية بوقوع شهداء ومصابين بقصف جيش الاحتلال منزلا لاحدى العائلات الفلسطينية بمخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة شمالي القطاع في سياق متصل استشهد اربعة وخمسون فلسطينيا واصيب العشرات في غارات الاحتلال الاسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حذر مفاوض الامم المتحدة لحقوق الانسان فولكار تارك من ان اسرائيل تركت الفلسطينيين في قطاع غزة يصلون الى مستويات كارثية من الجوع وعلق تارك ان العالم يمر بلحظة خطيرة للغاية في تاريخه وان درجة تجاهل القانون الدولي وعدم احترامه وصلت الى ذروتها اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباز بالضفة الغربية بعدة دوريات ترافقها جرافة عسكرية وافدت وكالة الانباء الفلسطينية بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال وفصائل فلسطينية شهدت تفجير عبوات ناسفة في اليات الاحتلال بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة دوت صفارات الانذار في مدينة عكا وخليج حيفا ومناطق واسعة في الجليل شمالي اسرائيل واعلن جيش الاحتلال رصد اطلاق 15 صاروخا من لبنان صباح اليوم مضيفا انه اسقط طائرة مسيرة تسللت من الجنوب اللبناني خلال الليل اعلن حزب الله اللبناني انه سينتقل الى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع جيش الاحتلال خلال الايام المقبلة وذكر الحزب في بيان انه استطاع تكبيت جيش الاحتلال عشرة قتلى واكثر من 150 مصابا هذا الاسبوع ما يرفع خسائر اسرائيل الى نحو 55 قتيلا واكثر من 500 مصاب من الضباط والجنود مشيرا الى ان جيش الاحتلال يهاجم جنوب لبنان بخمس فرق عسكرية تضم 70 الف ضابط وجندي